السلام عليكم البنات كديرين لبس عليكم صحيحة بخير نتمنى هاد الفيديو يلقاكم في احسن احوال ان شاء الله وتكونوا في صحة جيدة مرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم مطبخ خديجة البهجة الوصفة ديال اليوم والبنات ما يمكنش يتسمى المطبخ المغربي بلا ما تكون عندنا هاد الوصفة هادي او للسمن الحارة البنات الوصفة ديال اليوم او للفيديو ديال اليوم هو كيفاش نقدو السمن الحار جبتليكم طريقة ديال جداتي اللي يرحمها في السمن الحارة البنات كي يجي ناجح واخدكني عمرك ما قديتي السمن الحار غديتشوفي هاد الفيديو ان شاء الله وغديتقدي في الضار ديالك وغدي يصدق معاك من اول جريبة نتمنى الفيديو ديال اليومين الاعجاب ديالكم ونكون عند حسن الضم ديالكم وبسم الله نبدو كيف مما كتشوفوا معايا البنات عندي الزبدة الزبدة البنات هو هاد الوصفة هادي ضروري تديروها في الليالي او لا في البردة البنات او لا فصل الشيتاء علاش حينت في الصيف كتكون الزبدة ديبة وكيكون اللون ديالها ابيض ولكن الزبدة ديال اليالي او لا ديال البرد حينت كتنخض بصعوبة كيكون اللون ديالها اصفر وهديك هي الزبدة الاصلية البنات كيف مما كتشوفوا معايا هاني كنحاول ندعكها بيدية كيف مما كتشوفوا اولا ندلكها البنات وكتدلك معايا بصعوبة حينتقاسها بزيف هانتو ما كيف مما كتشوفوا معايا كنستمر بهاد الطريقة هادي خاصني ضروري ندير هاد العملية هادي ندلكها مزيان باش تنساجم مع بعضياتها ونحاول ما يبقوش لي في هالحبيبات هانتو ما كيف مما كتشوفوا معايا وسمحوا لي يا البنات على الصوت ديالي اراها هاد النزلة ديال البرد كل شي مريضة البنات الله يجيب العفو ويجيب الصحة والسلامة كيف مما كتشوفوا معايا كنستمر بهاد الطريقة هادي المقادير البنات عندي الملحة عندي بكية ونصف ديال الملحة وعندي الملحة الحية البنات الملحة الحية ديق اللي كتكون حجرة فزقتها في الليل غسلتها مزيان وفزقتها في الليل ودك اللي اللي كيصباح ليه كنصفيه هو اللي كندلك به هدس من الحار المقادير مشي شي حاجة وعندي البنات الزعتر المدية الزعتر غدية نشد واحد لكمية ديال الزعتر وغدية نغسلها من التراب وغدية نخليها تغلي ندير عليها المون خليها تغلي فوق البوطة ليلة من قبل نخليها حتى كتغليه مزيان وكيتلق لي يدك الزعتر في دك الماء وكنصفيه وكنخليه جانبا باش الصباح ان شاء الله للقاهواجد حين تيلد قدرتوا سخون وكبيتوا على هاد الزبدة هادي كيدوبها ليا وكيخسر ليا الوصفة ديالي من الاحسن يكون المبارد اللي غدية نخدم به ويكون حتى الزعتر بارد هنتو ما كيفما كتشوفوا معايا كان بقى مستمرة هدا والما اللول اللي كنخرج من الزبدة دك اللي كيكون فيه اللبن قراني غدية نصفيها لبنت وعدي غدية نبدا نضيف في المكونات الاخرين اولا هادوك المقادر اللي عندي هنتو ما كيفما كاتشوفوا معايا كيخرج لي ايا وحد شوية ديال الماء دك المال اللي اللي كان في الزبدة في الاصل ولكن كان بقى نضلك مزيان مزيان حتى كتنسى جملية هديك الزبدة مع بعضياتها وكتولي عندي عجينة رطبة كيفما كاتشوفوا معايا الملحة العادية لبنت عندي بكية ونصف وهدا الملعادي من الروبيني المبارد كيفما قلت ليكم وهدا هو الماء اللي صفيت ديال الملحة الحية انا عدية نوريكم الملحة كيفاش دايرة الحجرة ديال الملحة هادي البنات هادي الملحة الحية دارورة نستخدموا فاد الوصفة هادي وهدا هو الماء ديال الزعتر اللي قلت ليكم تبختولي لمن قبل وهنا كيفما كاتشوفوا معايا شوفوا الزبدة ديالي راها ولا ترطبة شوية واللي كاتشوفني ومازل ما اشتركتش معايا في القناة اشترك اختي مرحبا ومئة الف مرحبا وضغطي على زر الجرس باش يوصلك كل جديد وخلوا لي ايكم وانطرات ديالكم زوينين ولي لايك ديالكم والبنات راهم كحفزوني وكخلوني دائما نجيب لكم الجديد هنتو ما كيفما كاتشوفوا معايا هنا راني ازربت الفيديو شوية حينت هاد الفيديو رايلا خليتو كلورا طويل في قدرشي ساعة حينت هاد الزبدة كانت باردة راها عدباتني في الخدمة هنتو ما كيفما كاتشوفوا معايا دابراني كنرش هديك الملحة بشوية بشوية وانا كندخلها في الزبدة ديالي او لا في السمن الحار للبنات ضروري هاد السمن الحار كيتخدم بهذا الطريقة باش كنخرجوا منو داك اللبن اللي كيكون فيه باش ما كيخسرش لينا وكيغمل لينا من بعد البنات خاصنا ضروري نخرجوا منو داك اللبن اللي كيكون في الزبدة ديالنا هنتو ما كيفما كاتشوفوا معايا كنبقى كندير الملحة وانا كنعجن اعلاج شكل هادا هي كتكون قاسحة الصراحة هي في اللول من بعد ولات كتجيني رطبة ولات ساهلة عليا في الخدمة اللي عندو العجانة وبغي يستعملها را يمكن استعملها فقط في اللول هنا كيفما كاتشوفوا معايا بديت كنووضع داك الما ديال الملحة الحية وكان بدا ندلك الزبدة ديالي باش كتشرب لي ديك الملح وكتشرب لي داك الما اللي وضعت فيها ديال الملحة هوا كيفما كاتشوفوا معايا وكان بقندلك بهذا الطريقة هادي عملية سهلة بزاف وكيفما قلت لكم ما يمكنش يكمل لنا المطبخ المغريبي وبلما يكون عندنا السمن الحار في الدار عندنا انا هادي هي طريقتي تشدتها كيفما قلت لكم من عن جداتي الله يرحمها وبقيت دائما هادي هي طريقة المعتمدة عندي كيفما كاتشوفوا معايا راني كان حييت داك الماء حييت داك الماء اللي فيه للملحة او للمدية للملحة لبنات وده بغد ينضيف هاد المدية الزعتر وكيفما كاتشوفوا معايا راني كان لقى الحبيبات ديال الزبدة وكان حاول نضغط عليهم باش ينسجموا لي مع الخالط وحتى هما تدخل لهم الملحة هنتو ما كيفما كاتشوفوا معايا كان بقى كل مرة كان بدل هاداك الماء وكان دير ماء جديد وكان بقى كندخل في هاداك الزبدة كندخل فيها ديك الملحة مع ذاك الزعتراء البنات هنتو ما كيفما كاتشوفوا معايا كان بقى مستمرة هدي هي الطريقة دي السمن الحار وكينجح معاكم والبنات من اول جريبة هنتو ما كيفما كاتشوفوا معايا ها كل شيء موضح لكم في الفيديو غد ينحيي دعوت تاني هاد الماء ديال الزعتر حيت هاداك الماء ديال الزعتر على البنات ودرت دابا ماء اخر هنتو ما كيفما كاتشوفوا معايا كان صبق هاداك الماء ديال الملحة هو اللي والزعتر وكنخلي هاداك الماء اللي نقي اول الماء اللي عادي كنخليه هو اللخر باش الى بقات الملحة هاكوة كالبنات حجرة ولا شي حاجة كيحيدها ليا هاداك الماء وهدي هي العملية ديال السمن الحارة البنات وهدو هما المراحل اللي كيدوز منهم السمن الحارة هنا غد ينجيب واحد لقلوشة البنات او لطنجية كيفما كيقولوا لها المراكشين وغادي ينبدأ ندير هاكوة القيمات كيفما كاتشوفوا معايا او لكويرات وكنوضع في هديك الطنجية البنات وكنضغط مزيان مزيان كنسوي كنحط مثلا كندير يدي وكندوز تستيفاء مقادة لاشا البنات ما خاصنيش نخلي الفاراغات حينتي لا خليت دوك الفاراغات كي يتبقى ليا فيهم داك الماء ومن بعد كيغمل ليا السمن ديالي البنات داروري ما تديرو هاد العملية هادي داروري كيفما مقلت ليكم نديرو هاد العملية هادي باش ما تخليش لينا السمن ديالي البنات يغمل لينا حينت نخليه وقت طويل يلا على بغضا كل ما كيفما قلت ليكم متراكم ليه بين طبقة والطبقة ديال الزبدة هو اللي كيغمل لينا وغاد يخليلي ناسمن ديالي يخسر خاصنا كيف مما قلت لكم نستفوهم ازيان نستفو الزبدة دياننا نديرو طبقه على طبقه البنات كيف مما كتشوفو معايا هنتو ما كانبقى مستمره كانديرها كل قيمة وكانستف فطنجيه ديالي على هاتشكل هادا وكاندور وكانستفها البنات كيف مما كتشوفو معايا بعد مما كملت كانسقطار ذا كلمة هنتو ما خاصة تكون بحال هاكو الوجه ديالها الطبقات كلهم يكونوا بحال هكو الطبقات تموت مع الخرى البنات ويلا كين الماء نحاولو نسقط روه وكيف مما كتشوفو معايا غادي نديرو حد البلاستيكا على الوجه ديالي الطنجيه ديالي وخدي نخليها تلامس ليه الزبدة كيف مما قلت لكم باش ما تغملش ليه الزبدة ديالي او لس من الحار ديالي وكملت الكمية اللي عندي كاملة بنفس طريقة هديك القرحة كيف مما كتشوفو معايا راها معا مراتش ولكن درتليها الميكا ملامسة لوجه ديالها باش ما تغملش ليه وغدي نخليه السمن ديالنا في البلاكار يكون مضلم حتى كيوجد لينا على خاطره البنات الوقت اللي كيستغرق لنا السمن باش يوجدها البنات هي من 6 شهور حتى 8 شهور حتى العامة البنات المهم قدمه خليته اكتر قدمه كيحيل السمن الحار وكيعطيكم نتيجة رائعة نتمنى الفيديو دياليومين الاعجاب ديالكم وبسلام عليكم الى فرصة قادمة وفيديو جديد ان شاء الله